مجلس الوزراء يؤكد العملاء على إقامة ستين منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام الفين وثلاثين أسعار النفطة تنخفض بسبب مخاوفة من تأثير فيروس كورونا على الطلب الصينية ارتفاع التضخم في الصين إلى 5.4% خلال الشهر الماضي مقابل 4.5% في ديسمبر مشاهدين هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم داني للأخبار أهلا بكم نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء انفوغرافانا صلت خلاله الدوء على قطة الدولة في إنشاء المناطق الوجستية والسلاسل التجارية بأدف تقليل حلقات تدول للسلعة من المنبع إلى المستهلك وكشف المركز أن الحكومة تستهدف إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام الفين وثلاثين مقسمة على ثماني مناطق لوجستية محورية جاري تنفيذ ثلاث منها إلى جانب ذلك تخطط الدولة إلى إنشاء 52 منطقة لوجستية إقليمية جاري العمل حاليا على تنفيذ 11 منطقة منها كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير يبلغ 6.8 من 10% وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ 12.2 من 10% وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبزة والتي انخفاضت بنسبة 8.1 من 10% وألفت الجهاز إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ليبلغ 12.5 من 10 نقطة خلال شهر يناير من العام الحالي مسجلا ارتفاع قدره 8.8 من 10% مقارنة بشهر ديسمبر من العام المنصرف وأرجع الأسباب لارتفاع أسعار مجموعة اللحم والدواجن بنسبة 5.3 من 10% ثلاثة مجموعة القدروات بنسبة 5% سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر يناير 2020 105.2 من 10% وده معناه أن السلع والخدمات اللي كنا بنشتريها في سنة الأساس 18-19 بمية جنيه بنشتريها في شهر يناير بمية وخمسة جنيه وعشرين أرشي بيخرج من رقم معدلين في منتهى الأهمية معدل التغير الشهري أو معدل التدخم الشهري واللي هو ده يناير عن ديسمبر وده سجل 8 من 10% يبتيجى للتغير في بعض المجموعات والأقسام زي مجموعة الخضروات بنسبة 5% مجموعة الحم والدواجن بنسبة 5 و3 من 10% مجموعة المياه المعدنية والغزية والعصائر الطبيعية بنسبة 6 من 10% قسم الرعاية الصحية بنسبة 5 من 10% قسم المطاعم والفنادق 3 من 10% وقسم السلع والخدمات المتنوعة 3 من 10% وصلت أسعار صرف الدولار تراجعها أمام الجنيه المصرية في عدد من البنوك العاملة في مصر وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهل المصري وبنك مصر تراجعا بمقدار قرشين يصل إلى 15 جنيه و69 قرشا للشراء و15 جنيه و79 قرشا للبيع وفي البنك التجاري الدولي سجل 15 جنيه و67 قرشا للشراء و15 جنيه و77 قرشا للبيع هذا ويتحدد سعر الصرف في البنك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب والتي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 من نبمبر 2016 انخفضت مؤشرات البورصات المصرية خلال تعاملات اليوم وانخفض رأس المالي السقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 6 مليارات جنيه ليصلا إلى مستوى 716 مليار جنيه وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اك ثورتي بنسبة 21 من 100% ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال واستاذ حنان بعد التحية اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع كيف تبعت وقيمت الأدابة سهلا 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 دكتور عمير هو فيه طبعا فرق ما بين المأمول وما بين الواقع كان بتوقع المتعملين هو يبقى ملف تحريك أسعار الطاقة أكثر استجابة لمطالب المتعملين من تقفيد سعر الكهرباء وستمر في تقفيد سعر الطاقة لإستفادة القطاع الصناعي يعني أسواق بما أناد به السيد الرئيس من انعاش القطاع الصناعي بعد ما قرصه بعد يناير 2011 طبعا كانت التصريحات مخيبة لأمال المتعاملين إلى جانب أن فيه ملف مهم جدا هو ملف درايب منتظر المتعامل أن يتم البد فيه بسرعة للعودة السيولة المحتاجة عن السوق فده اللي أدى إليه انتقال المؤشرات بالكامل إلى المنطقة الحمراء مع ان انقفاض يعتبر في جزء من قيم التداول طبعا كان فيه النهاردة أكثر من 119 شركة عاملين في جانب الخسارة و53 في جانب الرب من ضمن 180 شركة تم التداول عليهم كان فيه فئات المتعملين النهاردة المصريين والأفراد مالوا إلى الشراء فيما مال العرب والأجنب والمؤسسة نحو البيئة كنا مستهدفين الوصول إلى 14500 نقطة بعد أن كثرنا حاجز نفسي إلى 14000 نقطة وعلينا فوقها إلى 14100 وكنا متوقعين مزيد من الأتفاعين ولكن تصريحات مخيبة للأمل هي الأدت إلى التقاري المؤشرات بالكامل من منطقة الحمراء نعم أستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك أكد جهاز التمثيل التجاري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة في اليناير إلى نبمبر 2019 لتبلغها 858 مليون دولار بنسبة زيادة قدها 52% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وأوضح الجهاز أن الصادرات المصرية زادت إلى السوق الأردنية خلال 11 شهرا لتبلغ 742 مليون دولار بنسبة زيادة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له مشيرا إلى أن أهم الصادرات تضمنت الكهرباء الغاز الطبيعي البرتقال الأجبان السيراميك والتلفزيونات تراجعت أسعار النفط خلال تعملات اليوم بسبب المخاوف من أن يؤدي تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض الطلب العالمي وانخفض خام القياس الأوروبي مزي برينت إلى 54.23 من 100 دولار للبرميل ونزل الخام الأمريكي 17 سنة إلى 50.15 من 100 دولار للبرميل والنفط منخفض أكثر من 20% عن الذروة المسجلة في يناير بعد أن لا تفشي الفيروس من الطلب في أكبر مستهلك للخام في العالم وأجج المحاوف من تخمة المعروض أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع معدل التضخم خلال يناير الماضي إلى 5.4% وقابل 4.5% في ديسمبر يأتي هذا بينما توقف الاتجاه المزولي لأسعار المصانع في الصين والذي استمر على مدى 6 أشهر وإن كان من المستبعد استمرار قوة الدفع في ظل إغلاق الشركات لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا وبحسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1 من 10% مقارنة به قبل عام بفضل تحسن النشاط بالقطاع الصناعي في نهاية العام بفضل هدنة تجارية مع الولايات أعلنت شركة النفط الصينية بيترو تشاينا أن ثانية أكبر شركة تكريف الصينية تعتزم خفض معدلات التشغيل بواقع 320 ألف برميل من الخام يوميا الشهر الحالي مقارنة مع الخطط الأصلية إذ يؤثر فيروس ووهان في الطلب على الوقود الخفض الذي تخاطط له بيترو تشاينا في فبراير يوازي نحو 10% من متوسع معدل تشغيلها البالغي حوالي 33% مليون برميل يوميا ليصلا إجمالي تخفضات المصاف المملكة للدولة بما في ذلك سينوفيك وسناك لحوالي 940 ألف برميل يوميا هذا الشهر ويرى الاقتصاديون أن جميع الدول المنتجة للنفط وخاصة الناشئة ستتأثر ببيروس كورونا حيث أن الصين تستهلك أكثر من 10% من الانتاج العالمي للنفط وأن الأسعار ستتراجع بالضرورة في حال انخفاض الطلب قد تكون الاقتصادات الناشئة التي كانت تتوقع تحقيق النسب نمو عالي هذا العام أولى ضحايا فيروس كورونا المستجد إذ تمثل الصين إحدى أسواقها الرئيسية فمنذ أكثر من عقدين تستفيد عدة دول مصادرة للمواد الأولية وسلع الزراعية من النمو المتزايد لاقتصاد الصين التي تزودت من الخارج بشكل كبير للحفاظ على نمو اقتصادها ويرى الاقتصاديون أن جميع الدول المنتجة للنفط ستتأثر حيث أن الصين تستهلك أكثر من 10% من الانتاج العالمي للنفط وأن الأسعار ستتراجع بالضرورة في حال خفض الطلب وبالفعل تأثرت أسعار النفط بالصدمة التي أنتجها فيروس كورونا المستجد إذ تراجعت بأكثر من 15% منذ بداية العام قبل تفشي الفيروس كانت البيئة مثالية للاقتصادات الناشئة مع انتعاش متوقع للنمو ولنسب الفائدة التي يجب أن لا ترتفع في الولايات المتحدة ولا في أوروبا حتى تعطي هامشا للمصارف المركزية في الدول الناشئة لخفض نسب الفائدة الخاصة بها إلا أن فيروس كورونا المستجد قد يفسد كل شيء فالدول الصاعدة قد تجد نفسها دون القاطرة التي دفعت صادراتها في العقدين الآخرين في وقت يعاني النمو العالمي من هشاشة نتيجة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأعوام الأخيرة وستكون الدول الأسيوية التي توفر المواد الأولية لجارتها الكبرى أولى المتضررين فضلا عن أمريكا اللاتينية التي ستكون من المتضررين من تراجع أحد أبرز شركائها التجاريين يضاف إلى ذلك التهديد المحيط بالدول الناشئة نتيجة الاتفاق التجاري الموقع في يناير بين الولايات المتحدة والصين إذ التزمت الأخيرة شراء سلع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار يمكن أن تعوض الواردات الصينية من تلك الدول مشاهدينا نهاية النشرة تذكرة بالعنوية مجلس الوزراء يؤكد العملاء على إقامة 60 منطقة لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا على الطلب الصينية وارتفاع التضخم في الصين إلى 5.4% خلال الشهر الماضي مقابل 4.5% في ديسمبر مشاهدينا انتهت النشرة شكرا لطيب المتابعة